عقد حاكم إقليم أندي الشرق حسن جيروفو اجتماعا ضم المسؤولين الإدارين بالإقليم بهدف التقييم العمل الإداري والوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها ووضع خطط وبرامج إنمائية تعود لصالح سكان الإقليم عباسة بكر مصطفى اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية تنظم الملتقى الوطني للتضامن وكذا سرد نتائج الملتقى الإقليمي حول الخطة الرباعية لعام 2017-2020 المنأقد بدولة بنين وذلك بمشاركة رؤساء الأولمبيات بدول إفريقية الفرانكفونية وأيضا يهدف هذا الملتقى إلى كيفية الاستعدادات لمواجهة الألعاب الأولمبية القادمة في كلمته رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية الجنرال دوغني أدكار أشار إلى أهمية الملتقى وسط عدد من ممثلي الشراعي الرياضية التشادية ومدى فعالية الملتقى لصالح الشباب وزيرة الرياضة من جانبها قالت بأن هذا الملتقى الوطني يطابق مع سياسة الحكومة التي تسعى إلى تطوير الرياضة في تشاد لذلك يمكن أن يكون مجدداً مستمع الرياضة في تشادة الطباء من المقاطق بشكل في مجموعة الفارث والمتقديم وفي نهاية المناسبة قدم التوصيات ومتطلبات من قبل المشاركين مطالبين من الحكومة والوزارة المعنية بشؤون الرياضة توفير المستلزمات اللازمة لتطوير هذا القطاع وخاصة الجانب المادي عفوا هذا التقرير يتعلق بالملتقاء الرياضي للتضامن الذي يتنظم اللجنة الأولمبية الأكادية رياضيا شهيدا مساء أمس ملعب فليكس إبوي فعاليات المباراة النهائية للدورة الرياضية لكرة السلة للعام 2016-2017 والتي جمعت بين فريقي بوستل ديميل وعيالات والتي انتهت بفوز الأول ب56 نقطة أدم حسن ألبك نهاية الدورة الرياضية للعام 2016-2017 و2000 لمدينة أنجمنة انقضت بهذا اللقاء الذي جمع عمالقة الدانك بين فريق بوستل ديميل ونظيره عيالات المباراة لم تكن بالمستوى الفني الذي توقعه الكثير من الجماهير التي حضرت لتؤازر فرقها فلاعب الفريقين لم يقدموا أي جديدين يذكر في الشوطين الأولين اللذان انتهي ب26 نقطة لعيالات الذي يترأسه قبط منتخب الساو لكرة السلة إيلين بينما تحصل بوستل ديميل على 20 نقطة الشوط الثالث حمل فيه لاعب بوستل ديميل على عاتقهم التوجهات الفنية التي قدمت من قبل المدرب مما أحدث تغييرا جذري في طريقة لعب أبناء بوستل الذين وجدوا الطريقة إلى قلب السلة الأمر الذي أثار حفظة لعب عيالات الذين بدأوا بكثرة الأخطاء وفي نهاية الاستراحة الثالثة استطاع فريق بوستل ديميل أن يتعادل مع نظيره ب41 نقطة لكل الفريقين الشوط الرابع والأخير فقد فيه فريق عيالات السيطرة التامة على مجريات المبرى فيما انتهز لعب بوستل ديميل هذه الثقرات الفنية للتقدم وحصد النقاط وضمان الفوز ب56 نقطة و52 نقطة لعيالات وتوجب بوستل ديميل بلقب كأس البطلة رئيس ربطة أنجمنا لكرة السلة أعرب عن فرحه وسروره بنهاية الدورة الرياضية على أفضل ما يرام شكراً الدعمين وكل من سهم في إنجاح هذه البطلة هذا وقد دعا جسر لازار الجميع إلى المساهمة ودعم رياضة مدياً ومعنوياً أكذا مجاهد الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة للقامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر